على مدار عقود مضت تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار وتتسم بتقارب وجهات النظر ما بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى الصعيد الاقتصادي تظهر كل من القاهرة وبخارست اهتماما كبيرا وإرادة جادة لتعزيز العلاقات بين البلدين ونقلها لأفاق أرحب في شتى المجالات علاقات تاريخية وثيقة تربط بين مصر ورومانيا وليس أدل على ذلك من احتفال البلدين في عام 2006 بمرور مائة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبخارست رغم ذلك تعود العلاقات والروابط بين مصر ورومانيا إلى أكثر من مائة عام مضت وذلك من خلال التعاون في مجالات عدة على سبيل المثال أثناء فترة حفر قناة السويس إلى جانب الروابط الدينية فيما بين الكنيستين المصرية والرومانية والتي تمتد إلى قرون عديدة تتميز العلاقات السياسية بين مصر ورومانيا بقدر كبير من الثبات والاستقرار كما تحظى بمستوى عالي من التنسيق وتتسم بتقارب وجهات النظر ما بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية وقد ساهم انضمام رومانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2007 في تعزيز العلاقات ما بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو في إطار علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي اتساقا مع مستوى العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالتكتل التنوع المتزايد بات سمة رئيسة في العلاقات المصرية الرومانية من خلال اتساع نطاق الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تربط ما بين الجانبين ومن بينها العلاقات الاقتصادية السنائية وقد تركزت أهم الصادرات المصرية إلى رومانيا خلال الأعوام الماضية على البترول ومنتجاته والأرز والأسماك والأدوية والمستحضرات الطبية والأسمنت بالإضافة إلى المنسوقات والخضر والفاكهة فيما تركزت الواردات المصرية من رومانيا على القمح والأخشاب والمنتجات الكيماوية ووسائل النقل والمعادن وفي ظل الفرص الاستثمارية المتميزة التي تحظى بها مصر امتدادا لمشروعاتها القومية الكبرى في مجالات البنية التحتية تفتح الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في مصر ورومانيا آفاقا جديدة نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين على مبدأين أساسيين هما التنسيق السياسي المشترك والمنفعة الاقتصادية المتبادلة ترجمة نانسي قنقر